موسيقى السلام عليكم أعزائي المشاهدين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم كالعادة مستضفين معنا راباي جيسون كان معنا في الحلقات الماضية وسيكون معنا أيضا في حلقة اليوم نسأله أسئلة وندخل معه في حوارات رابي جيسون أرحب بك ثانية باسم يسوع وأقول لك السلام عليك يسرني أن أكون معك السلام عليك شكرا جزيلا لحضورك لتكون معنا لكي نتحدث ونناقش معا عمل الله في حياتنا هذا يسعدني في المرة السابقة تحدثنا عن الغفران وعن قبول الله لنا تحدثنا عن فكرة إله العهد القديم الذي يشن كثيرا من الحروب ويتصرف بعنف وأرسينا المفهومة أن إله العهد القديم هو نفس إله العهد الجديد ولم يتغير وكل ذلك القتل ليس أمرا يجب علينا أن نفعله اليوم كأتباع ليسوع نعم بالطبع وأنا تأثرت كثيرا بالقصة التي شاركتنا بها عن زكريا حضرتني آية من التثنية بها فكرة هامة عندما يكتب موسى قائلا قد جعلت قدامك الحياة والموت جعلت أمامك الحياة والموت البركة واللعنة الله يعطيك الاختيارات فاختر الحياة لتحيا أنت ونسلك واعتقد أنه يجب علينا كلنا أن نقرر هذا يجب أن نختار الحياة فالله لا يمكن أن يريدنا أن نختار الموت أو نختار الأذى لكنه يريدنا أن نختار الحياة البركة لا اللعنة لا يريدنا أن نكون ملعونين ولا يريدنا أن نلعن بل أن نكون بركة هذا هو قلب الله وهذا هو القرار الذي يجب على كل منا اتخاذه كما فعلت أنت في البداية واخترت أن تلعن صديقك هذا لكنك في النهاية اخترت الحياة والبركة إذن فأنت تقول أن الله قد وضع اختيارين أمامنا ولا يمكن أن يكون هو نفس الإله الذي يقول لي اذهب وقت لهؤلاء بالطبع لا لأن رغبة الله الله هو إله الحياة ورغبته لنا هي اختيار البركة فالله يريد دوما أن يباركنا ولا يريد أن يلعن فالله محبة وليس كراهية وهو ليس إله غضب بل يقول الله محبة فهذا جوهره وهذه هي طبيعته لكن هناك مسؤولية على كل منا وهي ماذا نختار فهذا الاختيار لا يؤثر علينا فقط بل يؤثر على أبنائنا وحتى على أبناء أبنائنا لذلك يجب أن نخلق ثقافة حياة وبركة العالم الذي نعيش فيه به كثير من التركيز على خلق ثقافة الموت وثقافة الكراهية وهذا لا يتفق مع قلب الله ولا مع النص الكتابي هذا هو الأسلوب الذي نشأت عليه فقد نشأت لأكون محارباً فقد كانت لدينا حرب في بلدي في السودان ضد السكان في الجنوب وقتل فيها مليونان ونصف إنسان ومنذ أيام الطفولة ونحن نتعلم لا تحب هؤلاء الناس وإذا وجدتهم في أي مكان اقتلهم وتخلص منهم أعتقد أن الله يريد أن يتمجد من خلال الحياة لا من خلال الموت فالحقيقة هي ببساطة كما أن هناك إلها هناك أيضاً شيطان مخادع إبليس والمسيح يوضح جلياً أتيت لتكون لكم حياة ويكون لكم أفضل فالسارق يأتي ليسرق ويقتل ويدمر والله يأتي بالخلق بالحياة أما الشيطان إبليس فهو يريد أن يأتي بالموت وباللعنة في الحياة فالسؤال هو بمن نقتدي فعندما نسير في طرق الله نسير في طرق الحياة والمحبة الموت والدمار والسرقة توضح أننا لسنا أتباعاً ليسوع الإله الحقيقي بل هذا يعني أننا أتباع للشيطان معنى هذا عندما أتبنى أفكاراً مثل اقتله اكراهه فيمكنني أن أتأكد أن تلك الأفكار ليست من الله هذه بالتأكيد ليست أفكار الله فهناك أجزاء كتابية مثل الآيات الموجودة في إرمية لأن يعرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم أفكار سلام لأعطيكم آخرة ورجاء فقلب الله وطريقة تفكيره ورؤيته للعالم دائماً ما تتعلق بمستقبل أفضل من ماضينا لا أن ينزع مستقبل أحد بل يعطيهم مستقبلاً أفضل وهذا في الواقع هو ثقافة القبول التي كنت تتحدث عنها أن نعلم أولادنا أن يقبلوا ويحتملوا ويعيشوا في سلام مع الآخرين كيف يمكن أن أنمي هذه الثقافة؟ مرة أخرى أرى أن الإيمان مهم للغاية وقراءة الكلمة أمر مهم أيضاً لأننا نحتاج أن نحيا بحسب الأسلوب الذي يأمرنا الله أن نحيا به ويجب أن تتمثل حياتنا بيسوع الذي هو أقصى تكسيد لمعنى المسيرة مع الله ماذا يمكن أن نقول أو ماذا تقول لأب يعلم أولاده الكراهية والقتل وإذاء الآخرين؟ سأقول له أن ما يفعله يسبب ضرراً فلا يوجد طفل يخرج من رحم أمه وهو يكره شخصاً آخر فعندما تضع طفلين في غرفة معاً تجد أن ميولهما أن يلعبا سوياً وأن يتعرفا معاً فميولنا الطبيعية هي إقامة العلاقات والتعرف بعضنا على بعض الأطفال لا يولدون بالكراهية لكنهم يلقنوها والخطر هو عندما نعلم ذلك لأولادنا فنحن ندمرهم ونؤذيهم ونقلل إمكانياتهم وهذا سوف يؤثر عليهم وعلى حياتهم كلها وعلى أولادهم لا شيء صالح يمكن أن ينتج عن الكراهية لكن أحياناً يبرر الناس العنف قائلين إنه مجرد رد فعل فأنت تسيوي لي بشكل ما وأنا أعاملك بالمثل لكني أود أن أسألك سؤالاً شخصياً كيهودي يوماً ما أجدادك عانوا كثيراً من الهولوكوست والنازيين لكن لماذا لا نسمع في التاريخ أو التاريخ الحديث أن يهودياً فجر نفسه في ألمانيا وسط هؤلاء الناس؟ بسبب ما قرأناه في الكتاب المقدس فالشعب اليهودي قرر أن يكون دوماً اختياره الحياة والأمر ليس مجرد اختيار الحياة لنا ولأبنائنا لكننا نقدر كل نفس حية في العالم في التلمود من أنقذ نفساً كمن ينقذ العالم كله فكل شخص هو عالم مصغر فعندما تقتل شخصاً فكأنك دمرت العالم فأنت تدمر العالم وتدمر حياة لذلك نحن نختار المحبة والغفران من المثير أن تلك الآية موجودة أيضاً في القرآن لكن ما هي خلفية تلك الآية في النص العبري عندما يقول الله لك إذا قتلت شخصاً واحداً كأنك قتلت البشرية كلها ما هي خلفية ذلك؟ ولماذا تكون هذه النفس عزيزة جداً على الله؟ إن النفس البشرية عزيزة جداً على الله لأنه نحن مخلقون على صورة الله ولأننا على صورته فهذا يعني أننا إنعكاس له لذلك فعندما تزهق روحاً أو تؤذي شخصاً ما شفهياً أو جسدياً أو روحياً فهذه إحدى أكبر الإساءات على الإطلاق في حق الله وهذا ليس صواباً أبداً فبحسب التاريخ إحدى أكبر الخطايا التي ارتكبها الشعب اليهودي وأدت إلى سبيهم هو أنهم كانوا يتعبدون في هيكل الرب في أوروشاليم حيث يسكنوا حضور الله نفس المكان الذي فيه قبة الصخرة في الوقت الحالي فكما يقول الكتاب كانت خطيتهم في الكراهية اليهود من نحو اليهود وهذا ما أدى لوقوع دينونة الله علينا وأن يرسلنا إلى السبي وهكذا تعلمنا الدرس أن كراهيتنا بعضنا لبعض وكراهية الآخرين تأتي بالدينونة وباللعنة لا بالبركة ولذلك فأنا أطلب من كل من يشاهدنا نحن نقف أمام هذين الاختيارين أن نختار الحياة لا الموت والبركة لا اللعنة ودع هذه الكلمات تحفظ قلبك وعقلك في بيتك وفي عائلتك وفي عملك وبلدك أينما كنت الحياة لا الموت والبركة لا اللعنة أود أن أسألك عن النصوص الكتابية كثير من المسلمين وأنا كنت منهم يؤمنون أن الكتاب المقدس محرف وأن اليهود حرفوا كتابهم وأنا لا أسأل عن المخطوطات لأنه هناك كثير من الدراسات التي تجرى حول المخطوطات فتلك الكتب قديمة جداً لكني أسألك يا ترى ما الذي يجعلك متأكداً كتابع ليسوع أن النصوص التي نشأت عليها ليست محرفة؟ هذا السؤال رائع جداً هناك العديد من الأمور المختلفة أولها عندما نعود للأساسات الأولى أحد الأشياء التي نقرأها في تيموثاوس 2 3-16 كل الكتاب هو موحاً به من الله وهذا يعود بنا للسؤال الذي أجبت عليه لأنهما متصلان هناك شيئان في الكتاب يقال إنهما يحتويان على نفخة من روح الله أولاً نفخ الله نفخة حياة في نفس الإنسان وعندها صار بشر وصار كائناً حياً والشيء الثاني نفخ الله حياة في كلمته فالكتاب كله موحاً به من الله فهو أتى من نفخة الله وهذا يعني أنها كلمات الله نفسه ولذلك لا يمكن أن تزول النصوص الكتابية لأنها تحتوي على نفخة الله فكما أن نفس الإنسان هي خالدة وسوف تعيش في النهاية في السماء أو في مكان آخر فنفس الإنسان خالدة ولذلك كلمة الله والبشر قيمان جداً لأن كلاهما يحتوي على نفخة الله يحتوي على روحه فهما بهما نفس الله وهكذا وعاد الله أنه سوف يحفظ ويحمي النصوص الكتابية قال المسيح في متة خمسة إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف ولا نقطة واحدة ولا حتى يود ولا أصغر حرف من الكتاب سوف يزول فالمكتوب بالعبرية ولا يود الذي يعني أنها صغيرة جداً لأن اليود هو أصغر حرف فلن يزول أي شيء ولا حتى أصغر نقطة في الكتاب سوف تتغير فالله يحفظها إذن هناك البعد الروحي بأن الله يحمي ويراقب بشدة وهو يحافظ على كلمته وهناك أيضاً التقليد الغني الذي يمارس فحتى اليوم لفائف الطوراء التي يقرأها اليهود في المعبد وهي تدعى طوراء سافير ما زالت تكتب بخط اليد عن طريق كاتب يلقب بالسوفير ماذا تقصد بذلك؟ السوفير تأتي من سافار ومعناها يحصي فالكتاب على مر التاريخ كانوا حريصين جداً لأنهم يؤمنون بأن كل حرف وكل كلمة بالتحديد أتت من الله وبينما يجلسون لينسخوا الكتاب العبري والمخطوطات العبرية للطوراء فهم يحصون كل حرف بدقة ويحصون كل كلمة لكي يتأكدوا أن ما ينسخون منه هو نسخة طبق الأصل وهي مطابقة تماماً وتنطبق تماماً مع الأصل القديم لماذا يفعلون ذلك؟ يهابون كلمة الله؟ أم أنهم يحاولون التأكد أن شيئاً لن يتغير؟ لأن هناك الكثير من الاحترام والخشوع فهي ليست كلمات بشرية فهي كلمات الله والله يقول للإنسان لا يمكنك أن تزيد أو تنقص من كلماته حرفاً واحداً أو كلمة أو علامة واحدة فهو يقول إذا أضفت أو حذفت سوف تكون ملعوناً إذن هذا أمر إلهي وهناك عقاب لمخالفته بالطبع لأني كانت عندي تلك الفكرة عندما كنت مسلماً كنت أظن أن الرابا يجلس ببساطة ويقرأ الناموس وأي شيء لا يعجبه يحذفه فوراً طبعاً لا إن أعجبه المكتوب أو لم يعجبه فيجب أن تكون أميناً على ما قاله الله وعلى ما أوصله لنا عبر الأزمنة وبالعكس هناك حرص شديد على ذلك حتى إذا كانت هناك مخطوطة ينقصها حرف واحد فلا يمكن استخدامها حتى تضبط وإذا أصبحت مخطوطة غير صالحة نقوم بدفنها لا نرميها بعيداً بل ندفنها ولا نستخدمها وهكذا يتضح جلياً حرصهم إذا تغير حرف واحد يتغير المعنى ككل هم شديد الحرص والدقة ويعرفون ما يفعلون إذن فمخافة الله هي سبب حفاظهم على الكلمة نعم بالتأكيد وأيضاً طاعة أوامر نعم هل يحفظون كلامه ويعلمونه لأبنائهم ولأحفادهم أم أنهم مثل المسيحيين في الكنائس الذين لا يحفظون أي شيء بالطبع فهم يحفظون الناموس يحفظونه عن ظهر قلب حتى يمكنهم تأمله واسترجاعه في المستقبل فكثير من الكتاب ومعلم الناموس يحفظون أجزاء أجزاء كبيرة من إن لم يكن كل أصفار موسى أو أجزاء من المزامير فهم يلتزمون به بشدة ويورثونه لأن هتين هما أعظم وصيتين دعنا نعود لسؤالك السابق لماذا نختار أن نبارك الناس بدلاً من لعنهم جزء من اختيار الحياة هو اختيار المحبة الوصية هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وقدرتك أن تحب الرب من كل قلبك ومن كل قدرتك والوصية الأخرى أن تحب قريبك كنفسك هتان هما الوصيتان العظميان وهما أساس الناموس كله أن تحب الله وتحب قريبك وهذا أحد أسباب اختيارنا أن لا نكره ونختار أن نبارك الآخرين حتى إذا لعنونا ونجد في هذا النص وهو أحد أهم النصوص والذي يبدأ بإسمع يا إسرائيل إسمع يا إسرائيل الرب إلهك إله واحد تحب الرب إلهك من كل قلبك السبيل الذي تعبر به عن هذا الحب هو أن تعلم أولادك الكلمة باكتهاد إذن فهناك مسؤولية بأن تعلم كلمة الله تعلم الطورة لأولادك على مدار الأجيال بحسب ما أخذته وهذا أمر إلهي نعم أمر إلهي والمعروف أن موسى قبل أن يتوفى قد قام بكتابة ثلاث عشرة نسخة من الطورة نسخة لكل صبت الاثنى عشر صبت لكل صبت نسخته الخاصة ونسخة كانت توضع داخلات بوت العهد وهكذا فإن أية نسخة كانت مطابقة تماما للأصل الذي أعطاه الله لموسى هل تقرأ الكتابة مع أولادك؟ طبعا وتتأمل فيه يوميا لما تفعل هذا؟ لأن الكتابة يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم ويحدى الطرق التي تغيرنا وتجدد أذهاننا هي أن تحيا كلمة الله داخلنا كما كتب داود خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك فكلمة الله وحكمة الله تجدد أذهاننا وتغيرنا لكن هناك شيئا آخر أود أن أقرأه لك وهو موجود في سفر يشوع ويشوع كان تلميذ موسى العظيم وخادمه وقضى معه فترة طويلة في الخدمة والمكتوب هو هذا كن متشددا وتشجع جدا لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه حسب كل ما هو مكتوب فيه إن لم تكن تعرفه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح في كل مكان تذهب إليه نعم هذا هو المكتوب في المزامير أيضا تأمل الكلمة إذن فالناس يعرفون الكلمة طبعا إذن تلك الاتهامات بأن هناك من يأتي لأنه لا يعجبه المكتوب فيقوم بتغييره وهذا ما يوضحه ما قرأته من سفر يشوع سؤال آخر يطرحه الناس عن الكتاب إن كان كلمة الله فكيف كتبه يشوع وحزقيال وإشعياء وفي العهد الجديد نجد يحنى ومتة فأولئك كلهم أشخاص فكيف نصدق أنه كلمة الله بينما من كتبه بشر أول شيء يجب أن نفهم أنه قديما المخطوطات الأصلية لم يكن عليها أسماء أولئك الناس فالأسماء وضعت بعد فترة لتميز بين الأصفار ولكي يكون هناك نظام وكثيرا ما تكون الأسماء بالإنجليزية ليست نفسها بالعبرية ويجب أن نفهم أولا أنها مجرد وسيلة وجدوها ملائمة لتعريف الأصفار لم تكن مجمعة في كتاب واحد بل مكتوبة في لفافات ولاحقا جمعوا تلك اللفافات ولم تكن متواجدة في التاريخ كأصفار مجمعة كان كل ما لدينا هو ملفوفات منفصلة إذن هذا هو التطور التاريخي وهناك شق آخر يجب أن نفهم جيدا كيف كان الله يوصل كلمته فهو كان يفعل ذلك بالاشتراك مع الأفراد فالبعض يؤمن أن الكتاب المقدس كتب عن طريق تلقين إلهي وكأن الكتاب كانوا كالسكرتاريا وأنا لا أؤمن أن هذه وجهة نظر صحيحة كتابيا تخيل معي فالله اشترك مع شخصيات الأفراد واستخدم مواهبهم وإمكانياتهم لكي يأتي بالنص مثل يسوع الذي كان إلها كاملا وإنسانا كاملا فهو نفخ من روحه في الإنسان واشترك معه ليأتي بكلمته يحفظها لنا معنى ذلك أن الله تعامل مع أشخاص مثلك وتحدث إليهم فكتبوا بأسلوبهم لأن القرآن في الإسلام كما تعرف الله كتب القرآن كله وأنهاه تماما نعم وبعدها أوحى به في يوم من خلال ملاك لمحمد ثم بدأ الناس يحفظونه وهكذا هل آت الكتاب المقدس هكذا؟ لا آت بشكل مختلف نعم هناك بعض التشابه من جهة أن الله استخدم البشر وتحدث إليهم فروحه قاد الناس في خلق الكلمة لكنه استخدم مواهبهم وإمكانياتهم واستخدم ما تعلموه عبر التاريخ وحرص على أن تكون الحقائق والقصص التي يكتبونها دقيقة فأحد الأشياء المذهلة أن المؤرخين وعلماء الآثار لم يكتشفوا أي شيء به أي تناقض ولا قصة ولا تفصيل في الكتاب نتناقض مع أي اكتشاف بل بالعكس تؤيده بعض الناس تسألوا عن حقيقة وجود داود ووجد علماء الآثار أدلة أثرية عن عائلة داود ونرى مرة تلو المرة كيف يتكرر هذا معروف أن القرآن قد نزل في ثلاثة وعشرين عاماً من ستمائة وعشرة وحتى ثنين وثلاثين ونزل على شخص واحد وفي مكان وثقافة واحدة هل حدث المثل مع الكتاب المقدس؟ لا فالكتاب أظهر على مدار آلاف السنوات خلال مدة زمنية طويلة منذ كتبت أصفار موسى وحتى كتابة سفر الرؤية فهو كتب على مدار فترة زمنية طويلة على يد أشخاص مختلفين كانت لهم شخصيات مختلفة وعاشوا في مدن مختلفة لكن في نفس المنطقة الجغرافية فكلها حدثت في محيط الشرق الأوسط أي عبر أرض الموعد لكن هذا جزء من معجزة كتابته فبالرغم من أنهم عاشوا في أزمنة مختلفة وعصور مختلفة إلا أنهم لم يتناقضوا وهذه معجزة نعم، رابي جيسون هل تعتقد أنه اتهام خطير عندما يقول شخص ما إن الله لم يستطع حماية كلمته من التحريف؟ بالتأكيد ففي رأيي إن كان الله قادراً على خلق السماء والأرض فهو بالتأكيد قادر على الحفاظ على دقة كلمته هناك أمران آخراً أولاً علمياً أن النصوص الكتابية دقيقة فهناك أكثر من آلاف الأجزاء وجدت في منطقة قمران في منطقة البحر الميت كلها كتبت خلال مئتي سنة عندما اكتمل الكتاب المقدس وهذا يوضح لنا أن النصوص التي لدينا اليوم هي نفس النصوص التي كانت تقرأ حتى قبل ميلاد يسوع ولا يوجد تناقض واحد ولا خطأ رئيسي يغير معناً واحداً في العهد القديم أو الجديد وكلها أكدت من خلال مختلف المخطوطات أن الكتاب المقدس هو أكثر كتاب مضمون عبر التاريخ ماذا يمكن أن نقول لهؤلاء الناس الذين لم يروا الكتاب ولا يزالون يظنون أنه محرف ولا يثقون به يحتاجون لقراءة الكتاب بأنفسهم فأنتم تحتاجون أن تبحثوا في تلك الأمور بأنفسكم لأنكم إذا تعاملتم مع الكتاب بذهن مفتوح وكنتم مستعدين أن تفكروا بجدية في الأدلة فسوف ترون بلا شك دقة الكتاب وأمانته وسوف يتحدث لقلوبكم روحياً وسوف يغيركم وأيضاً يعتبر هذا دليلاً على صحة كلمة الله أنها تغير حياة الناس بالتأكيد فلا يوجد شيء غير العالم أكثر من الكتاب المقدس فقد وضع الأساسات لكثير من الحضارات وغير حياة الأفراد وأثبت مراراً وتكراراً أنه أفضل الكتب جميعاً هناك قوة عظيمة في كلمة الله وبالعودة لما قلته سابقاً فأحد الأشياء التي سببت لنا المشاكل في جنة عدن هي أن المرأة شكت في كلمة الله عندما أتت الحية وقالت هل حقاً قال الله هذا؟ رابي جيسون شكراً جزيلاً يا أخي على وجودك معنا الآن أتينا لنهاية الحلقة وأنا أود أن أشجعك على قراءة كلمة الله وعدم الشك فيها مثل آدم وحواء في الجنة فالشيطان يأتي إلينا ويقول هل حقاً قال الله هذا؟ ليست من هذه الفكرة بل منه إذا كنت تؤمن أن الكتاب المقدس محرف فيجب أن تجيب على هذه الأسئلة من الذي حرف الكتاب؟ ومتى تم تحريفه؟ ومن الذي حرف منه؟ وأين النسخة الأصلية؟ أنا أطلب منك أن تصل لرؤيتك الشخصية عن طريق قراءة كلمة الله التي غيرت حياتي وغيرت حياة صديقنا العزيز وأخينا رابي جيسون